موسيقى 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 اليوم كتير متحمسة انا رح عملكن هيدا اللوك موسيقى كتير بحب هيدا اللوك اعمله لما يكون في عندي سهرات سحور هلا برمضان افنتات عرس لانه كتير ببرز اللون عيونه تاني شي كتير بطلع حلو بالطبيعة و كمان بالتصوير اذا حبين تعرف كيف عملت هيدا اللوك ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناتي لايب على الفيديو وكامل تحت بالكامل وخبروني شو حابين نشوف بعض الفيديوات او ميكب توتوريال او اشي عن سكن بيوتي يا الهي كتير عم بحكي خلاص ما رح اطول عليكم يالله نشوف كيف عملت الميليوم كلا عادة اول شي رح رطب بشرت وحضرها كتير منيح قبل ما بلش بالميكب ورح استخدم اليوم فارسالي اللي في دهب وهيدا بساعد على ترطيب البشرة وحضرها في رمضان وشرتنا بتنشف ثم سأستخدم هالفاونديشن خيال وان اف ماي فاورد فاونديشن بساعدة ثم سأستخدم الكنسيلر Makeup Forever Ultra HD Invisible Coverage كونسيلر وحضره في الاماكن دائما بعمل فيها كونسيلينج ثم سأستخدم هالكريمي كونتور كيت من السنشل سأستخدم هذا اللون الرمادي لحتى اعمل شايدينج والأبرز ملامح بشكل زيادة كالعادة الاماكن اللي بعمل فيها كونتور بالعادة سأستخدم هالدو Fiber Brush من Makeup Forever وإدمش كل شيء لما يكون في عندي لينز سأستخدم لورا مرسيل وهذه الترسلوسينج وهذه سأستخدم فيها Under My Eyes ونعمل باكينج بس سأستخدم فيها كل الاماكن اللي حطت فيها الكنسيلر وهذه الحركة الضرورية لكي لا تبينوا الفايل لاينز سأستخدم كل شيء بنفس الـDuo Fiber Brush من Makeup سأستخدم مرنلايس ونعمل أبدا لوجه لا يتمكن من بلون ثم ثم من Makeup سأستخدم هالدو كثير حلو مو كثير قوي إذا كنتم تستخدموا لحاله بس أنا رح أرجع تقلو كالعادة لأنه أنا obsessed with Highlighters فهو لحاله كثير حلو ناعم بيجي على ذهبي ثم كالعادة أنا استعزيع سأستخدم هيدا اللون بيجي شوية كمان على ذهبي ورح تقل فيه بس على The highest points of my cheeks شايفين فرق سأستخدم كل شي بمعك فكس بلس قبل ما بلش بالعينين لتمتص البشرة قبل ما أخلص ميكب العيون الآن للعينين سأستخدم هالبالت من ZOEVA Nude Spectrum هاي أول مرة بستخدمها كثير حلوة لازم كثير تنتبه بالدمج لما تستخدموا هالبالت وخصوصا هالألوان لنعمل فأول لون رح استخدمه هيدا اللون الفاتح لأبرز عدمة الحاجب بعدين رح أخذ هكي لون transition بيجي فاتح لحتى يسهل علي الدمج السموكي هاي الخطوة يا جماعة كتير مهمة لأنه بعدين رح نصير نحط ألوان ثانية ونتقل في هيدا كله رح يرجع أخذ الماك وحطوا فوق هيداك اللون لحتى يعطينا هكي على orange undertone وبعدين رح أخذ هيدا اللون البني بيجي على نفس كأنه لون البني ببرش أرفع رح حد في الجفر الآن برجع بعيد نفس الخطوات اللي عملت على العين من فوق للعين من تحت بالألوان تدريجيان من الفاتح للغامة كلما بحط لون فوق برجع بعمله وبعدين هلأ هنبلش بلون الأسود سوف أخذ نتفي صغيرة اللي كعودة نتفي صغيرة على نفس هيدا البنسل برش وبعدين فيه شوي شوي الكريس بس ما تطلعوا لفوق بس على الجفن ومن تحت كمان هاي الحركة رح تساعدني لما أحط الأسود على العين على الجفن انه يساعدني بالدمج رح أخذ من من ميمبيلين هيدا جيل آي لين مستخدمته كزا مرة في الفيديوهات تبعتي بس هاي المرة رح أخذو ورح حطو زي طريقة الآي لينر بس طريقة ممرتبة يعني عادي كاينكم عم ترسموا آي لينر اذا خربطوا مو ضرور يكون بيرفكت لانه بعدين رح ندمجه ضغري بغيري بأخذ بلندنج برش وبدل نقدمج فيه لهاللون الأسود لغاية ما يبطل عندي خط واضح يعني احب بضلكون نقدمجه فيه لغاية ما تكون ترجعك من الآخر زي ما شايفين بالفيديو بدل نقدمج فيه لخلص تتأكد انه هيدا اللون بديه بطل فيه خطوط بعدين برجع بأخذ وبدمج الأطراف مع الدمج طبيعي انه يخف اللون بنس وبرجع بعيدة عليه عادي طبيعي كتير هلأ بيخذ هالكحل من برجواء هيدا الكحل جدا رائع لانه اسود سواده كتير اسود وثابت وما بيسيح برجع بالبنسل برش بموهو تحت العين وبدمجه كتير منيح وكمان نفس الشي برجع بزيف اللون البنس تحت العين لانه مع الدمج بخف هلأ رح يخذ هالبلاش من كنينيك اسمه جانجر فوب هيك لا يعطيني شوي توريد خفيف و بسيط على الخطوط لانه بدي يركز هيدا اللوك على العينين ما بدي يكون اوفربلاش لنخلص اللوك اللبس رح استخدم لهيدا اللوك ألم نيود لحدد فيه شفايته هيدا اللوك كنت تعمله فيه اي لون شفايت بس انا بفضل يكونه نيود بعدين رح يخذ هالحمرة من سيفورا رقم اربعة هيدا اللون لهاللوك و ثابته و ما بتشق الشفايف بحشقها وأكيد لو خلص كل شي برجع بصبت كل شي بالفتس باسم رح احت التوربين لانه recently i'm so obsessed with this style فاذا حبي نعلمكم كيف عن بع عمله بالقومت ساكشن تحت هدا كان the final look ان شاء الله يكون اعجبكم شوفكونا على فيديوات جديدة اشتركوا في القناة